سرح المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة بأن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها يوم الأربعاء بحضور عدد من الوزراء الجدد للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة أشار وكيل أول مجلس النواب إلى أن اللجنة الخاصة في حالة عقاد دائم طوال فترة عملها التي تصل إلى عشرة أيام على الأكثر حسب ما تقضي اللائحة الداخلية للمجلس وقرار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بتشكيلها مؤكدا حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزامه بتوجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري